قال مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي أن العراق يسجل موقفا نوعيا على مستوى العالم بتصدره الدول العالمية بتجربة إعادة رعاية من سوريا بمنهجية علمية وأوضح على هامش اجتماع مجموعة العمل التقنية العليا المختصة بعودة العراقين من سوريا أن النتائج المتحققة من مبادرة العراق دفعت المنظمات الدولية إلى تقديم دعمها للجانب العراقي مثل منظمة الصحة الدولية ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي مشيرا إلى أن كل منظمة دولية لديها مساحة عمل ويتطلب الأمر من الجانب العراقي تحديد مكان العمل سواء داخل مراكز التأهيل أو في المناطق الأصلية الجياشي حدد أسباب نجاح التجربة العراقية بعودة المواطنين من الهول السوري بتشكيل لجان قامت بزيارة المخيم والعمل على التحقيق وجمع البيانات للاجئين والتأكيد من هوياتهم العراقية بالإضافة إلى التدقيق في ملفاتهم أمنيا واستخباراتيا وقضائيا والتي قامت بها قيادة العمليات المشتركة